مرحباً عزيزي الطالب والطالبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في خدمة دروس درسنا اليوم بعنوان مهارة حل المسألة اختيار العملية المناسبة لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي فهيا بنا نتعلم اختيار العملية المناسبة لحل المسألة ننتقل الآن إلى السؤال التالي ذهبت مريم وستة من صديقاتها إلى مدينة الألعاب وتريد كل منهن ركوب القطار السريع والعربة الطائرة وسفينة القراصنة وكل لعبة تحتاج إلى تذكرة خاصة ما عدد ما سيشترين من تذاكر هذه مريم وهذه صديقاتها الست يصبح عدد الفتيات سبع فتيات وتحتاج كل واحدة منهن إلى ثلاث تذاكر لتستطيع ركوب القطار السريع والعربة الطائرة وسفينة القراصنة وكذلك الفتاة الثانية والثالثة والفتاة الرابعة والفتاة الخامسة وكذلك السادسة وكذلك السابعة فيصبح لدي سبع فتيات وكل فتاة تحتاج إلى ثلاث تذاكر فنكتب سبع ضرب ثلاثة السبعة هنا تشير إلى عدد الفتيات أما الثلاثة فهو عدد التذاكر والضرب لأننا كررنا العدد ثلاثة سبع مرات فيصبح الناتج كم؟ أحسنت يا بطل واحد وعشرون تذكرة ننتقل الآن إلى المثال الأول المثال الأول فحص طبيب عشرون مريضا في خمس ساعات على مدار اليوم فإذا فحص العدد نفسه من المرضى في كل ساعة فكم مريضا فحصه الطبيب في الساعة الواحدة؟ في البداية لا بد أن تفهم عزيز الطالب السؤال جيدا وتعرف المعلومات التي أعطاني إياها في السؤال وما هو المطلوب فنجده أخبرني أنه قد فحص الطبيب المرضى في خمس ساعات وأن عدد المرضى الذي فحصهم الطبيب عشرون مريضا وكم عدد المرضى الذين فحصهم الطبيب في الساعة الواحدة؟ وهذا هو المطلوب أبدأ الآن بالتخطيط لحل المسألة وما هي العملية المناسبة لحل السؤال؟ ألا تلاحظ أنه يريد توزيع عشرين مريضا على خمس ساعات؟ إذن العملية المناسبة هي عملية القسمة لماذا؟ ذكرنا أنه يريد توزيع عشرين مريضا على خمس ساعات فأبدأ بالحل فأكتب عشرون تقسيم خمسة العشرون هنا عدد المرضى الخمسة وهو عدد الساعات كم يصبح الجواب؟ أحسنت يا بطل أربعة مرضى ما رأيكم أعزائي الطلاب أن نتحقق من جواب زميلكم؟ أخذنا في الدرس الماضي أن جملة القسمة وجملة الضرب مترابطتان فلتأكد من عملية القسمة ألجأ إلى عملية الضرب فأكتب خمسة ضرب أربعة الخمسة هنا عدد الساعات الأربعة المقصود بها الجواب الأخير فكم يصبح الناتج؟ عشرون بارك الله فيك إذن جواب زميلكم صحيح ننتقل الآن إلى المثال الثاني المثال الثاني ألوان بطاقات دخول حديقة الحيوانات حمراء وصفراء وبيضاء اشترى علي سبع بطاقات من كل لون فما عدد البطاقات التي اشتراها؟ كما ذكرنا في المثال الأول أنه لا بد في البداية أن أفهم السؤال وأبحث عن المعلومات التي أعطاني إياها فنلاحظ أنه ذكر أن البطاقات ثلاثة ألوان وأنه اشترى سبع بطاقات من كل لون فما عدد البطاقات التي اشتراها؟ نبدأ الآن بالتخطيط لعملية الحل واختيار العملية المناسبة ما رأيك ما هي العملية المناسبة؟ ألا تلاحظ عزيزي الطالب أنه سبع بطاقات وكل بطاقة ثلاثة ألوان؟ إذن العملية المناسبة هي عملية الضرب لأنني أريد تكرار الثلاثة سبع مرات فأبدأ بالحل فأكتب سبع ضرب ثلاثة وذكرنا أن السبعة هي عدد البطاقات أما الثلاثة فهو عدد الألوان فيصبح الجواب كم؟ ممتاز يا بطل واحد وعشرون بطاقة من يتحقق الآن من جواب زميلكم؟ ماذا أكتب؟ ممتاز واحد وعشرون تقسيم ثلاثة الواحد وعشرون هو جواب زميلكم أما الثلاثة فهي ألوان البطاقات كم يصبح الجواب؟ سبعة ممتاز إذن جواب زميلكم ممتاز أيضا ننتقل الآن إلى المثال الثالث ما عدد الأشجار في الحديقة؟ أخذنا أن أولى خطوات حل المسألة أنه لا بد أن أفهم السؤال جيدا فأبدأ أولا بالبحث في المعلومات فنجد أنه أعطاني أربعة صفوف الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع أما عدد الأعمدة ثمانية ما هو المطلوب في السؤال؟ المطلوب هو كم عدد الأشجار في الحديقة ما رأيكم؟ ما هي الخطوة الثانية لحل المسألة؟ ممتاز يا بطل هي أن أخطط لحل السؤال واختيار العملية المناسبة ما هي العملية المناسبة؟ ألا تلاحظ أنها أربع شجرات قمنا بتكرارها ثماني مرات؟ إذن العملية المناسبة هي عملية الضرب فأكتب أربع ضرب ثمانية والأربع هنا تشير إلى عدد الصفوف أما الثمانية فهو عدد الأعمدة كم يصبح الجواب؟ من يساعدني في الجواب؟ ممتاز يا بطل يساوي 32 شجرة للتحقق من صحة الجواب نكتب عملية القسمة المترابطة مع عملية الضرب 32 تقسيم ثمانية 32 هو الجواب الأخير وهو عدد الأشجار 32 شجرة تقسيم ثمانية الثمانية وهو عدد الأعمدة فيصبح الجواب كم؟ أربعة ممتاز يا بطل إذن جواب زميلكم ممتاز ورائع ننتقل الآن إلى التدريب الأول التدريب الأول قدمت كل من عائشة وخديجة الهدايا الآتية خمسة كتب وأربع ساعات وستة حقائب جوائز في نهاية العام الدراسي ما عدد الهدايا المقدمة منهما معا؟ كيف أبدأ الحل؟ أحسن أولا لابد أن أفهم السؤال وأعرف المعلومات التي أعطانيها نلاحظ أن كل من عائشة وخديجة قدمت هدايا وأن كل واحدة منهما قدمت خمسة كتب وأربع ساعات وستة حقائب فما عدد الهدايا التي قدمتها عائشة وخديجة معا؟ لاحظ أنه يريد عدد الهدايا التي قدمتها عائشة وأيضا خديجة معا؟ نبدأ رحلة الحل فأقول أن عدد الهدايا عشرة كتب وثمان ساعات واثنى عشر حقيبة عشرة كتب خمسة من عائشة وخمسة من خديجة وثمان ساعات أربع من عائشة وأربع من خديجة واثنى عشر حقيبة ستة من عائشة وستة من خديجة أي أنهما قدمت كل الهدايا فالعملية المناسبة هي عملية الجمع نبدأ بعد ذلك في الحل فأكتب عشرة زائد ثمانية زائد اثنى عشر العشرة عدد الكتب الثمانية عدد الساعات الاثنى عشر عدد الحقائب كم يصبح الجواب؟ ممتاز ثلاثون هدية فهل جواب زميلكم صحيح؟ دعونا نتحقق من ذلك فأكتب ثلاثون ناقص عشرة الثلاثون هو الجواب الأخير العشرة وهو عدد الكتب كم يصبح الجواب؟ عشرون ممتاز نستمر أيضا فنكتب عشرون ناقص ثمانية العشرون وهو الجواب الأخير أما الثمانية فهو عدد الساعات كم يصبح الجواب؟ اثنى عشر ونستمر في التحقق فنكتب اثنى عشر ناقص اثنى عشر الاثنى عشر هنا الجواب الأخير أما الاثنى عشر هنا فهي عدد الحقائب كم يصبح الجواب؟ ممتاز يا بطل صفر إذن جواب زميلكم صحيح ننتقل الآن إلى التدريب الثاني التدريب الثاني لدى فاطمة خيط طوله أربعة عشر مترا أرادت أن تعمل منه أربطة بحيث يكون طول الرباط الواحد مترين فكم رباط يمكنها أن تعمل؟ من يساعدني في رحلة الحل؟ ممتاز أولا لا بد أن أفهم ماذا أعطاني في السؤال فنجده أخبرني أن طول الخيط أربعة عشر مترا وتريد تقطيع الخيط إلى قطع صغيرة طول الواحد منها مترين فكم رباط يمكنها أن تعمل؟ بعد ذلك نقوم باختيار العملية المناسبة نلاحظ أن طول الخيط أربعة عشر مترا وتريد قصه إلى قطع صغيرة طول القطع الواحدة مترين فتكون العملية المناسبة هي عملية القسمة نقوم بالحل الآن فنكتب أربعة عشر تقسيم إثنان الأربعة عشر هنا طول الخيط أما الاثني فهو طول الرباط بعد القص كم يصبح الجواب؟ ممتاز سبعة قطع إذن يكون عدد القطع بعد القص سبعة قطع من يتحقق لنا من الجواب؟ زميلكم يقول نكتب سبعة ضرب إثنان السبعة هنا عدد القطع أما الاثني فهو طول الخيط بعد القص يصبح الجواب كم؟ ممتاز يا بطل أربعة عشر إذن جواب زميلكم ممتاز ما رأيك الآن أن ننتقل إلى التدريب الثالث ونستمتع بحله يبلغ ارتفاع برج المملكة في مدينة الرياض ثلاثمائة مترا وارتفاع برج الفيصلية مئتان وستة وعشرون مترا كم يزيد ارتفاع برج المملكة على ارتفاع برج الفيصلية؟ من يبدأ معي في رحلة الحل؟ ممتاز زميلكم يقول لابد أن أفهم السؤال وأبحث عن المعلومات التي أعطانيها في السؤال فنجده قد أخبرني أن طول برج المملكة هو ثلاثمائة مترا أما برج الفيصلية فهو مئتان وستة وعشرون مترا وأنه قد طلب مني كم يزيد ارتفاع برج المملكة على ارتفاع برج الفيصلية؟ ثم بعد ذلك أبدأ بالتخطيط لعملية الحل واختيار العملية المناسبة نلاحظ أنه قد سألني كم يزيد ارتفاع برج المملكة عن ارتفاع برج الفيصلية؟ أي أنه يبحث عن الفرق بينهما فتكون العملية المناسبة هي عملية الطرح بعد ذلك أقوم بالعملية فأكتب ثلاثمائة ناقص مئتان وستة وعشرون كم يصبح الجواب؟ كم أنت رأي؟ فعلا الجواب أربعة وسبعون مترا من يتحقق الآن من صحة الإجابة؟ زميلكم يقول نكتب أربعة وسبعون زائد مئتان وستة وعشرون الأربعة وسبعون هنا هو الجواب الأخير أما مئتان وستة وعشرون فهو طول برج الفيصلية فيصبح الجواب كم؟ ممتاز ثلاثمائة إذن جواب زميلكم متميز ورائع ما رأيكم أحباء الطلاب والطالبات أن ننتقل إلى السؤال التالي قطعة أرض مربعة الشكل طول ظلعها عشرة أمتار أراد صاحبها أن يبني سورا حولها فكم يبلغ طول هذا السور؟ كما أخذنا في الأمثلة السابقة والتدريبات أنه لا بد أن أفهم السؤال فأقوم برسم شكل يمثل قطعة الأرض فقطعة الأرض مربعة الشكل وهذه القطعة عبارة عن أرض مربعة الشكل طول ظلعها عشرة أمتار أراد صاحبها أن يبني سورا حولها فكم يبلغ طول هذا السور؟ الخطوة التالية أن أخطط للحل فنجد أن الأرض مربعة الشكل طول الظلع الأول عشرة وطول الظلع الثاني عشرة وطول الظلع الثالث أيضا عشرة وطول الظلع الرابع أيضا عشرة لماذا؟ لأن الأرض مربعة فجميع الأضلاع متساوية فأكتب 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 الظلع الأول زائد الظلع الثاني زائد الظلع الثالث زائد الظلع الرابع فأبدأ بالحل فأكتب أربعة ضرب عشرة الأربعة هنا وهو عدد تكرار العشرة أما العشرة فهو طول الظلع كم يصبح الجواب؟ ممتاز يا بطل أربعون مترا من يتحقق الآن من صحة الإجابة؟ أحسنت أربعون تقسيم أربعة الأربعون هنا هو الجواب الأخير أما الأربعة فهو عدد الأضلع فيصبح الجواب كم؟ عشرة وهو طول الظلع إذن إجابة زميلكم متميزة وبذلك نكون أحباء الطلاب قد تعلمنا اليوم أنه لا بد في البداية أن أفهم ماذا أعرف عن المسألة وما هو المطلوب مني ثم بعد ذلك أخطط بالحل كيف سأحل المسألة الخطوة الثالثة وهي اختيار العملية المناسبة ثم بعد ذلك أتحقق هل إجابتي معقولة؟ فنكون بذلك أحباء الطلاب قد انتهينا من درس مهارة حل المسألة اختيار العملية المناسبة أسأل الله التوفيق لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر